بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة حراية تعليمية اهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي النهاردة اولاد معانا درس من دروس اللغة العربية فرع النحو اه الدرس بعنوان انواع خبر انه واخواتها طبعا اولاد درس انواع الخبر هو مش جديد عليكم خدتوه قبل كده اعرفنا ان انواع الخبر تلاتة خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة ونبهنا قبل كده ان الخبر المفرد بيكون كم كلمة كلمة واحدة وان ان هذه الكلمة الواحدة لازم تبقى اسم ومتبقاش فاعل لان هي لو فاعل هتخش في خبر جملة فعلية ولازم تكون اه مش ظرف يبقى الخبر المفرد بيكون كلمة واحدة واسم طيب تعال نشوف المسال ده مع بعض كده ان الكراءة مفيدة طبعا احنا اه واخدين انا اه واخواتها ان انا كأن لايت لكن لعلة وعارفين ان هي اه اسم انه بيكون منصوب وخبر انه بيكون مرفوع طيب تعال نشوف الاعراب كده مع بعض عايز اعرف ان لوحدها ان نعريبها ايه ان ده حرف وحرف ايه ناسخ وانه ناسخ لانه هو نسخ الاعراب وغيره طيب حرف ناسخ ماله مبني لان حروف كلها مبنية حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وطبعا احنا زوتنا كده معلومة ان هو بينصب المبتدأ وبيرفع لايه الخبر يبقى الاعراب بتاع انا حرف ناسخ مبني على الفتح لان ما حلل لهم من الاعراب طيب نعرف الكراءة ايه طبعا انا قلت لك ان انا بتنسب اللي بعدها يبقى الكراءة اسم انا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومفيدة خبر انا مرفوع وعلامة رفعية ضم كده انا اهتمت بالاعراب وعايز بقى اتجه للاستخراج انا قلت لك كزا مرة ان درس انواع الخبر منقسم لجزئين جزء استخراج وجزء اه اعراب انا دلوقتي لو اه جات لي كتعة النحو وقال لي استخرج الخبر من هذه الجملة هقول له ان الخبر كلمة مفيدة ونوعه خبر مفرد لان هو كلمة واحدة طيب تعالوا ناخد المسال التاني مع بعض المسال التاني عندي بيقول لعل الحديقة جميلة طبعا لعل من اخوات اه انة ولعل حرف ناسخ بيوفر الترجي نعربه كده مع بعض هنقول لعل حرف ناسخ مبني على الفتح لا محلة له من الاعراب طيب احنا عارفين ان لعل او ان اخاتها بيدخل على الجملة الاسمية وبتغير اعرابها فاللي بعد لعلة اللي هي كلمة الحديقة هنعربها ايه هنعربها اسم لعلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة يبقى الحديقة هتبقى اسم لعلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب عندنا هنا فين بقى الخبر لعلة الحديقة ما له الحديقة فين الخبر بتاعها فهتبقى جميلة فجميلة هتبقى خبر لعلة مرفوع وعلامة رفعيه الضمى نوع الخبر هنا هيبقى خبر مفرد احنا كده عارفنا الجملة كلها نستخرج بقى الخبر فهيبقى هي جميلة وهي دي خبر لعلة ونوع الخبر هيبقى خبر مفرد مكون من كلمة واحدة وليس ظرفا عشان كده قلنا عليه خبر مفرد. المثال الثالث ليتا. ليتا فاكريم ده استخدم للايه? للتمني. آآ ليتا المزنبي نا ناديمون. طبعا آآ وضح آآ ان انا حطيت على النون فتحة لان ده جمع آآ مذكر آآ لو حطيت كسرة كان حيبقى مسنة لان نون المسنة مكسورة. طيب. نتزك مع بعض اعراب آآ آآ ليتا. آآ زي ما بنعرف انا بالضبط برضو آآ حرف ناسخ. وانا وانا بقول لايتا في فتحة. حرف ناسخ مبني على الفتح. ولما حلهم الاعراب. اللي بعد انا منصوب والخبر هو اللي مرفوع. يبقى المزنبين اسم ليتا منصوب وعلامة نص به واستنى. المزنبين لقيتها آآ كلمة آآ جامع مذكر ومضاف لها الياء والنون في الاخر. فلياء فكرتني ان الجامع المزكر بينصب ويجرب الياء. ازا اسم ليتا منصوب وعلامة نص به لايه? الياء. والياء دي علامة فرعية بلازم اذكر السبب لانه جامع مزكر سالم. يبقى انا لما اذكر علامة فرعية لازم اقول له انا حطيت العلامة فرعية ليه? سببها ان هي جامع مزكر سالم. نادمون? خبر آآ ليتا. مرفوع وعلامة رفعي. واستنى. لقيت كلمة نادمون جامع مذكر. آآ الجامع مذكر بيرفع بروفع عليك. ها? بالواو يبقى خبر ليتا مرفوع وعلامة رفعيه الواو. وحذكر السبب لان الواو علامة فرعية. لانه جامع مزكر سالم. يبقى الامثلة اللي انا جايبها لك كلها دلوقتي. الخبر فيها خبر مفرد. الخبر كلمة مفيدة وجميلة ونادمون. والتلاتة خبر نوعه مفرد. يا مستر مفرد ازاي دي كلمة نادمون جامع. لأ هي كلمة واحدة. بغض النظر هي بتدل على مفرد ام مسنى ام جامع. تاني نوع عندنا من انواع الخبر هو الخبر الجملة. الخبر الجملة ده عندي بينقسم الى قسمين. اما خبر جملة اسمية او خبر جملة فعلية. ولكن الاتنين دول فيهم شرط مهم جدا جدا ان الخبر الجملة الاسمية والجملة الفعلية لازم يكون فيهم ضمير رابط. يبقى الخبر الجملة الاسمية والخبر الجملة الفعلية بيشترط فيهم وجود ضمير رابط. الخبر الجملة الاسمية. نشوف كال مثال بيقول لي لعلة الحديقة ازهارها متفتحة. نعرب كده نعرب كده مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة لعلة والعليها ايه? حرف ناسخ مبني على الفتح لا محلة له من الاعراب. طيب جميل فين اسمها? جميل الحديقة اسم لعلة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فين بقى الخبر بتاعها? ازهروها ولا متفتحة? ولا على بعض ازهروها متفتحة? ايوا فعلا هي الجملة على بعضها ازهروها متفتحة هي اللي كملتلي المعنى. فمعنى ان الجملة على بعضها كملتلي المعنى ان الجملة دي على بعضها هي الخبر. طيب الجملة دي خبر ايه? قادر اقول لي الجملة دي جملة ايه? بدأت باسم فاقول عليها جملة اسمية. طيب تيك كده احنا عرفنا ان ده الخبر وان ازهروها متفتحة ده خبر جملة اسمية. نعربها واحدة واحدة. اول حاجة نعرب كلمة ازهروها. هو ان ازهروها ده مبتدأ او الازهار مبتدأ مرفوع وعلامة رفعيه اضمة. طيب ايه الهاء? الهاء ده هيبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه? جميل. طيب فين احنا هنا عندنا هو مبتدأ? فين الخبر بتاعه? هيبقى متفتحة. متفتحة ده خبر مرفوع وعلامة رفعيه اتضم خبر ايه خبر الازهار تمام كده طيب فين بقى الخبر بتاع او الخبر بتاع لعله فين الجملة كلها على بعضها ازهارها متفتحة دي جملة اسمية في محل رفع خبر لعله يبقى انا كده عندي لما باجي باعرب الخبر الجملة الاسمية ده اعتبر نفسك انك بتعربه على كذا خطوة اول حاجة بطلع المبتدأ اللي هو ازهار تاني حاجة بجيب الضمير هو الهاء ضمير مبني احنا قلنا لازم يكون فيه ضمير رابط هو فين هو الهاء ده فالهاء ده ضمير مبني في محل جر مضاف اليه وهو ده الضمير الرابط اللي هو بيبقى مطابق بالزبط للاسم في كل حاجة طيب احنا كده طلعنا المبتدأ اللي هو من جملة التانية من الخبر طلعنا المبتدأ وبعدين طلعنا الضمير وبعدين بنجيب الخبر وبعدين بنقول ان الجملة الاسمية على بعضها في محل رفع خبر لعله كده احنا جبنا الخبر بتاع لعله وخلينا خبر جملة اسمية. بايه? باني بعرف المبتدأ بعدين الضمير بعدين الخبر بعدين بقول ان الجملة الاسمية على بعضها اللي هي اظهرها متفتحة في محل رفع خبر لعله. ناخد المسال الثانية جماعة كأن الصورة الوانها جزابة. طيب طبعا اه كأن من اخوات ان احنا اقول له ان انا كأن لا يتباكن لعله. فكأن من اخوات ان ما تفكراش كأنه دي كأنه. وقلنا ان كأنه بتستخدم للتشبيه. طيب اه حعرب كأنه ايه? عادي حرف ناسخ مبني على الفتح لان ما حلم الاعراب بقول كأنه مبني على الفتح. الصورة سهلة جدا. اسم كأنه منصوب وعلامة نصبي الفتحة. اللي جاي بقى هو اللي فيه شغل شوية ومحتاج التركيز والتفكير. الوانها جزابة. طيب اه الخبر هنا الوانها جزابة كلها على بعض. طيب وده مش خبر مفرد لانه مش كلمة واحدة. وده مش خبر جملة فعليه لانه مفيش فعلة اصلا. ده خبر جملة اسمية لانه مكون من كلمتين. وفي ضمير. واحنا قلنا كزا مرة. اول ما تلاقي الضمير ده اعرف ان ده خبر جملة اسمية او ده خبر جملة. ولقيت الضمير اهو مناسب ومناسب للصورة. الوانها مناسب للصورة من حيث العدد والنوع. نتجه الان الاعراب. انت بتقولي دلوقتي انه الوانها جزابة خبر جملة اسمية. طب الجملة الاسمية بتتكون من ايه? من مبتدأ وخبر. يبقى الوانها مبتدأ وجزابة خبر. في اي حاجة صعبة? وفيش حاجة صعبة. لسا لي حاجتين هزودوا عشان انا في سنة ستة وشاطر. هزود اعراب الهاء. الهاء ده ضمير متصل مبني في محل جر مضافئ ليه. القاعدة بتقولي ان اي ضمير يتصل باسم. انا كلام يوضح باسم بشي بفعل. بيكون في محل جر مضافئ ليه. فضي لي حاجة تانية بتاعت سنة ستة. ان انا طلع خبر كأنه. فين خبر كأنه? انا طلعت اسمي كأنه الصورة. طب وفين خبرها? الوانها جزابة كلها على بعض. بتتقالي ازاي بقى? بتتقالوا الجملة الاسمية. الوانها جزابة. في محل رفع خبر كأنه. يبقى انا جماعة لازم اكمل اعرابي الحد الاخر. الوانوها. مبتدأ جزابة خبر. والجملة الاسمية دي هي اللي في محل رفع خبر كأنه. تاني نوع عندنا من انواع الخبر الجملة هو الخبر الجملة الفعلية. واضح من اسمه كده ان الخبر عندي هيبقى جملة فعلية. خدنا اللي فات جملة اسمية. فده يبقى الخبر عندي جملة فعلية يعني فيها فعل. بتبدأ بفعل. طيب اول مثال عندي بيقول ليت السلام ينتشر. ليت السلام ينتشر. نعرب مع بعض كده اول حاجة. ليت. طبعا الاعراب المحفوظ حرف ناسخ مبني على الفتح لا محلة له من الاعراب. طيب السلام سهلة جدا برضو. اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تيه حاجات كلها معروفة. طيب دلوقتي انا عايز اطلع الخبر. انا لقيت هنا كلمة ينتشر. هل انا اقول عليه خبر مفرد? لا. طبعا الخبر مفرد بيبقى اسم. هنا عندي الفعل ينتشر. فهنا عرف عطول ان الخبر جملة فعلية. طب نعرب مع بعض. ها مضارع مرفوع وعلامة رفعيه الضم. طيب فين الفاعل بقى طالما قلت الخبر جملة فعلية. فهنعرفي الجملة الفعلية لازم يكون لها ركنين اللي هما الفعل والفاعل. فين الفاعل? الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب انا كده جبت اهو اسم ليتا. وعرفت خلاص انه هو السلام. فين بقى خبر ليتا الجملة الفعلية ده? هقول خبر ليتا اللي هي الجملة الفعلية ينتشر. يبقى ينتشر جملة فعلية في محل رفع خبر ليتا. ننتقل المثال الثاني. لعل القمر ينير المكان. لعل سهلة حرف ناسخ مبني على الفتح لما حلهم الاعراب. القمر ده اسم العلا وحنا عارفين ان اسم العلا منصوب. اسم العلا منصوب وعلامة ونص به الفتحة. ينير طبعا الطالب اللي مستعجل انا عارف هيقول ايه? هيقول ان ينير اعرابها ايه? خبر العلا ده كده مستعجل وتعمله غلط طبعا. ينير ده فعل مضارع. القمر اسم العلا ويونير مش خبر العلا. يونير ده فعل مضارع. اما الفين الخبر الجملة? الفعلية هي الخبر. يبقى لازم نعرف بالتفصيل واحدة واحدة. هنعرف يونير لوحدها فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة. ودور على الفاعل. الفاعل هنا مستطر تقديره هو. يونير هو عايد على القمر واحنا قلنا ان لابد من وجود ضمير رابط. هو ده ضمير الرابط اللي رابط خبر الجملة الفعلية باسم العلا. فضلي ان انا طلع اكمل الاعراب وطلع الخبر. فحقول يونير هو المكان. يبقى المكان هو اللي وقع عليه الفعل بتاع الانارة. يبقى المكان مفعول به منصوب علامة نص به الفتحة. فضلي حاجة واحدة بس ايه هي بقى? ان انا طلع خبر لعلة. خبر لعلة حقول والجملة الفعلية اللي هي يونير. معلش يا مستر هي ازاي كلمة يونير بتقول عليها جملة. دي كلمة. ما انا وضحت لك قبل كده ان يونير دي جملة لان فيه فاعل مستطر. فيونير عبارة عن جملة فعلية مكونة من الفعل يونير. والفعل مستطر اللي هو آآ الدمير المستطر تقديره هو. ازا والجملة الفعلية يونير في محل رفع خبر لعلة. بعدين عندي الخبر شبه الجملة. يبقى احنا كده اخدنا الخبر المفرد. والخبر الجملة وعندي الخبر شبه الجملة. الخبر شبه الجملة ده عندي بينقسم لقسمين. اما ظرف واما جار ومجرور. تعالوا مع بعض كده ناخد اول مثال. خبر شبه جملة ونوعه ظرف. المثال اول بيقول ان السفينة وسط البحر. صحي كده? يلا بينا. نعرف مع بعض ان. اعرفوا بقى انتوا ان كده مرة. جميل. حرف ناسخ مبني على الفتح. لا محلة له من الاعراب. طب فين اسم انه? اه سهلة جدا. السفينة. اسم انه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب هنا بقى فين الخبر بتاع انه? فين? حد يقول لي كده وسط. طب البحر. طب وسط البحر. طب تعالوا نشوف بقى. كلمة وسطة هي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهو شبه جملة في محل رفع خبر انه. اده الكلمة الوحدة? يعني مش وسط البحر يا ميس على بعضها? لا. هي وسط الوحدة هي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب فين الخبر بقى? خبر انه فين? هو ده. وسط ده هو ده شبه جملة في محل رفع خبر انه ونوعه طبعا ظرف. طب البحر عاربها ايه? عاربها مضاف اليه مجرور وعلامة جرهي الكسرة. يبقى احنا كده عارفنا فين الخبر شبه جملة هنا? اه هو وسط. كلمة وسط ده هي ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهو ده شبه جملة في محل رفع خبر انه. في المثال التالي ان الحق فوق القوة. اه اعرب انه بقى سهل جدا بنسبالي حرف ناسخ مبني على الفتح لما حلم الاعراب. اسم انه طبعا بيكون منصوب انت عرفت خلاص اسم انه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اه عايز اركز بقى في اعراب فوقه. اللي مستعجل حيعرف فوقه خبر انه. غلط طبعا. فوقه ده ما انا اجربها عبتدائي بقى. فوقه ده ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب. وما لفين الخبر? ما قلت لك بقى الخبر هنا نوعه شبه جملة. شبه الجملة اللي هو اه فوقه. في محل رفع خبر انا لان احنا عارفين ان الخبر انا بيكون مرفوع. وهكمل اعرابي عادي. انا عارف ان القاعدة بتقول لي ان اللي بعد الظرف مضاف اليه. فحاعرب كلمة القوة مضاف اليه مجرور وعلامة جريه الكسرة. طبعا حنبي عليك المرة التانية ان فيه فرق بين الاستخراج والاعراب. انا بستخرج كلمة فوق على انها خبر. نوعه شبه جملة. لكن لما اجي اعاربها باعاربها ظرف مكان عادي خالص. آآ ننتقل للخبر التالي خبر شبه جملة الجار والمجرور. المسال معي هنا بيقول كأن الصحة في الرياضة. كأن الصحة في الرياضة. طيب احنا هنا نعارب واحدة واحدة الاول لحد ما نوصل للخبر. احنا عارفين هنا هو من العنوان ان الخبر يبقى عندي هنا شبه جملة ونوعه جر ومجرور. طيب نعارب بقى كأنه. نعارب واحدة كده بقى مرة. حرف ناسخ مبني على الفتح. لا محلة له من الاعراب. اسم كأنه سهلة جدا لايه الصحة. اسم كأنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عارب معي في جميل حرف جر مبني. لا محلة له من الاعراب. الرياضة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ايه ده الجملة خلصت يا ميس فين الخبر. فينه الخبر بتاع اه خبر كأنه. هي الجملة على بعضها اللي هي في الرياضة. هقول عليها في محل رفع خبر كأنه. يبقى هنا فين عندي خبر كأنه? الجار والمجرور. اللي هي في الرياضة في محل رفع خبر كأنه. يبقى احنا كده عندي الخبر شبه جملة اخدته على قسمين. اول حاجة كان الظرف. تاني حاجة كان الجار والمجرور. الجار والمجرور اللي هي هنا في الرياضة. بقول عليها شبه جملة او جار ومجرور في محل رفع خبر كأن. المسال التالي ان الطائرة في القفص. اظن الاعراب بقى اتفهم وتحفص خلاص. ياريت نجاوب مع بعض بقى نورينا ورين شطرتك كده. ان عربها ايه يلا اقول? ها? حرف ناسخ مبني على الفتح بقى محلة لهم من الاعراب. يلا. الطائر ماله اسم انا. اسم انا ماله بقى منصوب ولا مرفوع جاوب. منصوب. وعلامة نصبيل فهتحب رفو عليك. يلا رد انت بقى فيه. اعرابها ايه? برافو عليك حرف جر مبني. لا محلة من الاعراب الكفص. برافو. ها? اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة. خلاص خلصت? لأ ما خلصش. ده كده لسه ما ناكس ناساتة. ما ناكس ناساتة ان انا طلع بقى خبر انا. انا قلت الطائر اسم انا. ما فين خبر انا? في الكفص كلها على بعض. بتتقال ازاي? بتتقال وشبه الجملة فيه الكفص. في محل رفع خبر انا. طيب يا ولدي احنا دلوقتي اه رجعنا مع بعض على انواع خبر انا. وعرفنا ان هو زي اول درس خدنا مع بعض في سنة ساتة اللي هو انواع الخبر. كان خبر مفرد وجملة وشبه جملة. الخبر المفرد بيبقى كلمة واحدة. بس بشرط تكون اسم. الخبر الجملة بنقسم الى خبر جملة اسمية وخبر جملة فعالية. وخبر شبه الجملة بيكون خبر شبه جملة ظرف وخبر شبه جملة جار ومجرور. تعالوا مع بعض وشوفي التدريب ده. وياريت نجاوب ونبقى مركزين. السؤال بيقول لي عين فيما يأتي خبر ان اخوتها وبين نوعه. اول حاجة ان النجمة لامع. هم? تاني حاجة كأن الصورة تنطق وتعبر. وثالث حاجة ان البركة في البكور. طيب ناخد مع بعض كده اول مثال. وعايزك تطلع لي هنا فين الخبر بتاع ان. ادي ان هي. فين اسمها الاول? النجمة. جميل فيه الخبر بتاعها. لامع يبقى لامع ده خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب نوعه هنا ايه? جميل نوعه مفرد. خبر مفرد لان هو مكون من كلمة واحدة وليست ظرفة. فبقول عليه خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب المثال الثاني كأن الصورة تنطق وتعبر. طيب. هنا بردو بيقول لي خبر ان اخوتها فين فين الخبر او احد اخوتها كأن فين الخبر او الصورة دي الاسم. واحدة واحدة كده. او ياميس ده هنا في كلمة تنطق. اقول على تنطق دي هي دي الخبر. لا طبعا لان تنطق ده فاعل. فمش هو بس الخبر. فاقول تنطق ده فاعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ياميس ادي الفاعل يبقى احنا كده عرفنا ان خبر كأن هنا هيبقى جملة فعلية بس لازم الفاعل. فين الفاعل? او الفاعل ضمير مستطر تقديره هي. هي ايه? هي دي عائدة على الصورة اللي هو ده ضمير الرابط اللي مطابق لها في النوع والعدد. طيب دي كتلعنا الفعل والفاعل. فين بقى الخبر بتاع كأنه اللي احنا يستئلينه. ايه? الخبر اللي هي الجملة على بعضها. اللي هي تنطق طبعا دي بنقول عليها جملة فعلية في محل رفع خبر كأنه. الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأنه اللي هي ايه? تنطق. هي دي الجملة ايه? عشان فيها فاعل مستطر اللي هو تقديره وهي. يبقى هنا كان اول مثال عندي الخبر نوعه مفرد. تاني مثال عندي الخبر كان نوعه جملة فعلية. المسال الاخير اولاد آآ عايزين نستخرج الخبر وقلون نوعه. حيبقى آآ في البكور وده نوعه خبر شبه جملة جار ومجرور. يبقى حل ثلاثة اسئلة كلها مرة واحدة. لامع آآ وخبر مفرد. تنطق خبر جملة فعلية. في البكور خبر شبه جملة. آآ سؤال المتفوقين نركز يا جماعة وعايزين ان شاء الله آآ تبعتونا الاسئلة او الاجابات آآ في ظرف آآ في المدرسة عشان نكرم آآ المتفوقين. آآ كما اعتدنا يعني. السؤال بيقولك اعرب الجملة الاتية. اعرب كامل بقى طبعا. ليت الشمس حرارتها منخفضة. آآ في نهاية الدرس ارجو ان تكونوا قد استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة